طيب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وليه علاقة بالكرة الطائرة الرجال وكنا نتناقشنا مع ميستر فرناندو منذ عن طبعا ملف الأجانب يندر طبعا الليبرو كان موجود مع النادي القالي وكان فيه مشكلة شوية على تسجيله وعلى بطاقته الدولية وتم الحمد لله حل هذه المشكلة وشارك المباراة اللي فاتت بكل تم كان فاضل لعب واحد ولكن فرناندو منذ الحلقة اللي فاتت نقشنا في ملف المحترفين ونروح أنت خضع الملف إيه قال لك أنا النهاردة هجيب محترف في يناير تمام إيه شروط المحترف أهم شرط للمحترف النهاردة أنه يكون ما يخدش وقت أن يدخل جواه الفريق فالنهاردة كان عنده احتمالات كتيرة ممكن يجيب أجانب ولكن عبال ما يكتشف قدراتهم هيبقى الموضوع صعب جدا أنه يخش في الفريق ولكن كان الأولوية لأحد دور في الدفاتر القديمة وده على فكرة فكر محترم والراجل يتكلم بكل أمانة شاف كل اللعبة اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت في النادي الأهلي واعدوا في النادي الأهلي وحضروا موسم وعملوا مطشط كويسة كان منهم طبعا الأمريكي جارث اللي كان بيلعب مع النادي الأهلي الموسم اللي فات على ما أتذكر آه الموسم اللي فات والحقيقة هو قد أداء كويس ولكن هو لعب منتخب أمريكا بمناسبة ولكن ما كانش على المستوى اللي احنا كنا مستنيينه ولكن مستر فرناندو شاف أنه لما ييجي هذا اللعب هيكون فيه فرق كبير وبالفعل حصل وتعاقد النادي الأهلي معاه وأعلن ذلك النادي الأهلي عن التعاقد طبعا مع جارث لموسم إن شاء الله مبتداء من شهر يناير القادم طب الأعلان كان على شكل إيه؟ كابتخاذ العوضية مدير النشاط الرياضي من النادي الأهلي عن التعاقد مع الأمريكي جارث مواجه تيما لتدعيم صفوف الفريق الأول لرجال القرى الطائرة خلال الفترة اللي جاية بإذن الله وأوضح كابتخاذ العوضية أن اللعب وقع على عقود إنلين دمام للنادي طبعا وتم الانتهاء من كافة التفاصيل والإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق وأضاف أن التعاقد مع جارث جه بناء على رغبة فرناندو منزو زيما قلت لحضركم هو وضح كده في الحلقة اللي فات وفي إطار تدعيم الفريق بأفضل عناصر لحظر أقابل الفترة القادمة وقال كمان إن اللعب نعاصر مميزة ويمثل إضافة كبيرة للفريق خلال مشواره بالموسم اللي جاي الذي ينافس فيه البطولة للفريق على بطولات كثيرة هيشارك فيها وده الكلام اللي بقول لحضركم إن المدير الفني هو رئيس جمهورة الفريق أنت عايز مين؟ عايز ده تفضل يا باشا هنجيب لك ده مفيش لا تدخلات ولا لا خد أحسن لا ده أحسن من ده هو المدير الفني وعرف احتجاج فرقته ولا نملك إحنا كجمهور النادي الآن غير الدعم وكل الدعم لجارث وكل الدعم للفريق اللي أنا بتوقع إن جارث إن شاء الله هيكون بشكل أفضل السنة دي خاصة أن مستر مونزو بيلعب بفكر جديد نهائي تماما عن الفكر اللي كان موجود السنوات مش أحسن طبعا أكيد إحنا بنتكلم إن الفوليبول دي مدارس ولكن فيه دم جديد فيه روح جديدة يبقى إن شاء الله يتبقى التوفيق من الله سبحانه وتعالى